اشتركوا في القناة 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 قضيتي مواهبي لمجدك وأصلي مستقبلي مصيري آخر شي بإله كل لك لما سجلت هالأربع تلحين لها ودي قلت هيت لن لحنة لحنتها وحطيتها كمان تلحين حضرتك في تلحين أنا ملحنون يعني كمان عندك موهبة التلحين الموهبة الموسيقية بعدين اكتشفت الكتابة والتلحين وصرنا تلحين ولا تلحين صاروا عشر تلحين بقى بإداس الأول كان رميرت سيمون للناس سدى بصوتي سميته نظرته إلي وهيدا الإداس أبونا خليفة قال لي هذا السدى لألي قلت له متفضل قال لي لأ خلص دور الإفنت اللي أنت عم تعمل كلمان له هذا السدى بدنا ننسخ ويرجع رأي على مكتب المنسيين وصرنا نطبع ألف وراء ألف وراء ألف يعني أكتر سدين كنا نبايا بحدود الخمسة عشر ألف نسخة يعني هي صارت القصة مش بقرار شخصا صارت متل الله حط إيده يعني صارت شغلي وراء شغلي توصلت أمك تعمل سدى أكيد ربنا أكيد ربنا كنا نرسم كل هالأمور يعني عم بحضرني أنا درست بال يعني أنا كنت قبل ما في التعذير بعالم الفان يعني بس ما كنت عمل موسيقى ما كان دارس موسيقى أرجعت عملت ميزيكولوجي وغنى شارقه وهل موهبة أثقلت بالعلم أكيد كأنه كان تحضير خبرتي وثقافة الموسيقية وهون حسيت حالي بلشت تكون على المستوى اللي لازم أدمه وصرت كل سنة أعمل سدى بعد سنة لما نعمل سدى نظرت إلي كان دعوة من كل تقريبا من كل الرعاية برمت كل الرعاية بحضر يمكن شكلت ميت رعية أعمل رسيتال وردت للأغاني روحية والتراتيليا اللي بالسدى بعد سنة سأقول أنا طيب ما هلعبت لبوني لرسيتال جديد بنفس الرعية ليش ما بعمل شي جديد وبلشت في صلوات بحبهم كتير نظرت إلي هيدا الكافر هيدا أول سدى هيدا أول سدى نعم عفكرة جاي مثل العين ايه هيدا ايكوني موجودة بروما نروح القدس عين الله نظرت إلي صحيح بالتاني سنة عملت سدى اسمه ابقى معي ابقى معي هيدا السدى في صلة كتابة بادري بيو بحبه كتير ابقى معي يا رب عملتها ترتيلة زبطت عدت تقريبا صياغتها بشكل ترتل وسميت السدى وفي أكيد ترانيم بحبهم لما رحت أول مشوار عملي جوريا عطوهنا صلاة التكريس لمريم العدرة اللي كتبها جون لي دون منفور لقديس كمان لحنت وكتب وعملت عشرة ترتيل كانوا كمان بالتاني سنة هو التام بيكون نفسه يعني بيكون بتام إنه لقل الله يكون معك ابقى معي بأول سدى نظرت إلي كان عن دعوتي كله تقريبا نعم عملت عن دعوتي وفي ترتيلة بحبه كتير اسمها دعوة أم إن شاء الله نمسكت لتراب بيقلب دهب بين إيديك هذي كانوا دعوات أمي و وأستاذ عدل رفول جمعون هيك بطريقة نعم حلوة كتير إن شاء الله نمسكت لتراب بيقلب دهب بين إيديك الفرش جاي بعد العذاب عقالة تتكلهم عليك من قلبي أنا عم صليلك من روحي أنا عم بدعيلك السماء تنزلك الأرض تطلع لك والعذر عيوني عليك حلو هذي من ضمن أول سدى بالتاني سدى كان أكتر في صلاة في ساعي بريد نعم بتأمل فيك من بعيد مصلوب وفاتح إيديك والحب اللي بقلبي يزيد كل ما أتطلع عليك ربي أعطيني وعد جديد بعالم منه سعيد أعمل لك ساعي بريد ووصل رسالة عينيك بهيدا السدى قلتلك ابقى معيك هدى كتير فيه سلام نعم بعدين قلت أنا لازم نعمل شيء للميلاد عملت بحب كتير هيدا العيد يعني بحس بفرح بحس يسوع كله فرح تحس الدناء تضحك عبدنا عم تضحك وهيك سميته أحلى بشارة هيدا السدى نعم فيه ترتيل إشي قديمة وفيه إشي جديدة عملت مدليات إشياء كل التراث القديمة اللي منبكب الميلاد مع ترتيلة اللي كمان فيه عشرة ترتيل هيدا لانوال وهلأ السنة عم حضر كمان ترتيلة هتكون سنجلة واحدة ميلادية ميلادية كتبع الأستاذ رجيغة هريين على راد ويلحن أستاذ جابي لطفة بعد ما ننكفة فإذن شفنا ثلاثة بعدين قلت أنا لازم أعمل شيء كتير أوريجينال شو هو بالصيف بيصير في كتير مهرجانات حد الكنيس حد كل الكنيسة بيصير في مهرجانات اللي بيزعجني بيكون عب يقدسو وعب يغنو أغاني ما بتليء بالمقام يلي موجودين حدو مصفوط كل إربان مصمود وفي ترتيل حبيت أعمل الفولوكلوري اللبناني بطريقة يترتلوا حد الكنيس مثلا على دلعونة وعلى دلعونة يسوع ومريم حبهم عطيونا مصلا حلو كتير مرحبتين مرحبتين عدك بالدبكي شبكوا إيدين يسوع بيبقى موجود كلما بإسمه اجتمعه اثنين يعني نفس اللحن نفس اللحن على كلمات حلو كتير ريسيتال 2015 سمعته نعم مرتل فيه ترتيلة قديمة كتير للشهداء اسمها يعضر المعوني نعم هالترتيلة فوق المليون فيوصر عليها على الفيسبوك نعم يعني كتير فيها هيدة ترتيلة بتلمس كتير عالم يعني ونحب نحبت كتير بصوتي نعم وفيها كمان فيه ترتيلة بحبه كتير للمطربة الراحلة سوى الأطريب أعطيني الكلام تغني لك حبي صحيح هيدة السداء هيك منوع مهضوم صيفة بعدين قررت نعمل شيك هيك شوي رايق عملت يسوع والله يسوع والله هيدة السداء كتير فيه من الإنجيل حبات بهيدة السداء وصل كلمة الله بطريقة قريبة كتير من الناس نعم مثلا فيه ترتيلة بحبه كتير فيه مش رح اهتم ببكرة وعبكرة شو مخباني رح خلي فكري بالله والله بيدبر حالي الله اللي بيدبر لطيور بيعرف كيف يدبرني والحق اللي بيفرشها زهور بيعرف كيف يلبسني لا الوردة ولا العصفور عقلبه أغلى مني هيدا نجي المتة اللي بيحكي عن العناية الإلهية كمان مغني ثابت كلامه الرب فكون مطيرا له بحكي إنه إن صليت ففي الخفاء الآب ويسمع ويناجيك بهيدا اللي بها ترتيلة فيها كذا مقطع من إنجيل المتة بوصل ميساجات كل مقطع هو ميساج من الإنجيل يكتب لمقدس في ترتيلة كتير العالم حبتها اسمها من جرحي شفيني لو فيي رجع لعمرة تغمرني وتزيد الغمرة دخيلك يا إم العذرة شدة وضميني اشتقتل بوص دياتها وبعد عبالي كلماتها بعيونك بلمح نظراتها عم بتحكيني للعذرة يعني بعمل مثلينك بين العذرة وإمه إم الأرضية وإم السماوية صحيح بهيدا السدي في يسوع والله ليش سميته هيك كنت عم علم تعليم ديني بمدرسة وعم قلنه إنه شو قدرت الله وقديش الله هو الخالي حتى الخالي اتجسد ونزل لعمق بشاريتنا صار إنسان لأنه بيحبنا الله صار إنسان يسوع صار يعني اللي هو الله صار إنسان يعني عم بركز على كلمة بشارية يسوع في طفل عمره ستة سنين سبعة سنين قال لي بس يسوعه مش الله هو نبي طلع هذا الصابه هو من شهود يهوى قلت له بدي قللك شاغلي حبيبي في حدا يقوم الموتى إنساني قوم الموتى سكت قلت له يسوع قوم الموتى وهي الإدرة بيعدملة بس الله قلت له في حدا بيقدر يشفي العميان أعمى خلقين أعمى هالإدرة بس قدرت الله في حدا بيقدر يؤمر البحر والعاصفة يسوع أمر البحر والعاصف سنت أدل له تنع بس قلت أنا كيف بدي أقنع أهله كيف بدي أقنع بعض الناس كتبت ترتيلي سميته يسوع هو الله وحبت تكون هي عنوان السدة أشهدوا وأؤمنوا أنه الله يسوع هو الله بيمينه أمر البحر بالسكون بقدرته وهبة أن تراه العيون بقدرته غلب الموت على الصليب إنه المخلص يعني تستوحى من قصص حياتية بتصير مع حضرتك بتستوحى منه ما بقدر أرتل أو غنى أغنية روحية إذا ما كنت هاي قطعت فيها قطعته عند اختبار لأنوة توصل من هيك أكتريت الترتيلي اللي رتلتها هي فيها شي مني من اختباراتي من دمعته من فرحتي من رجدانياتي من تأملاتي يمكن تطلع من داخل يمكن من هيك بتلمس العالم أكتر أكيد طبعا الصوت الجميل الرائع بس إنه كمان العالم بتلمس شخص هو وعم بيرنم حضوره تعبير وجه قديش هو في خشوع قديش مأثر فيه على الترتيلي إذا ما فيه اختبار ما بتوصل أنا بحس حتى يعني حتى بيقوله حتى إذا عم تغني عن الحب إذا ما عندك شي هيدا الشي من جوة ما بتوصل ما بيوصل المساج بده اختبار وأكيد بده يلحق بإطاره يعني كلحن كتوزية ككلمة أنا كتير بشتغل على الكلمة لحظتي كل وقت عم بحكي عن الكلمة صحيح بعد ما اشتغل ما قلتلك إنه قداش اللحن كمان بيعني ليوصل لأنه في ألحان بده تكون سهل الممتنع يعني بتقدر بتسمعها بتغري بتلقاطيها وبتحبيها بس الكلمة أساس بالأخص بوقتنا هيدا وبعصرنا هيدا لازم العالم تسمع هالكلمات أنا بعتبر كل ترتيلة أنا برتلة هي وعزة نعم وعزة معمولة للوف من الناس مش لمش لمية شخص وخمسين شخص بالكنيوسة بعتبر إنه كل قضية لأنه بعتبر هوا قضايا يعني أنا لما رتلت الضمير وين الضمير قدام صورة أم عم تبكي قدام طفل لهفان على اللقمي ختيار خاطر ومكسور حكيت عن الضمير حكيت عن الألم كيف ألا أتألمه في الأرض على صورة الضمير تعمل لها لنك على شي سياسي على وضع البلد كمان آه أكيد إنه مش بس كترتيلة هي أنا دايما بقول إنه هوا دي اللي أنا عبرتلهم منه ترتيلة لتورجية نعم منه ترتيل هي ترنيمة روحية أو أغنية روحية بتوصل مساج في يعني ممكن قليل اللي نتلت أنا لتورجية لأنه عم بحضر هلأ سيدي لتورجية بس في قضايا حابب أطرحها مش عم تنترح كتير بحس إنه من خلال صوتي قادر وصل كتير قضايا نعم قضايا اجتماعية مش بس روحية حكيت عن الألم كيف ألا أتألمه في الأرض ألم وجوع وقرى مشردين وفي عيونهم دموع بحكي عن بقوله أصحاب السيادات يهموننا بإحلام كاذبة إلى عدالة السماء أتطلع ربي رب السماء ما في عدالة أدوان العدالة قد ما نكون عادلين نحنا عادلتنا نقصة ويمكن العالم بحاجة لهذا الشيء يعني نحنا منصلي نحنا منرتل صلوات إنما قليلا نلاقي حدا عم ينقل مساج يعني لما نسمع الترتير اللي حضرتك عامله مثل أنا نسمع غنية واحد مغروم ومكسور عم بتأثر فيه ذات الشيء عم تحكي عن وضع الشخص حتى حكيت عن الفقر حكيت عن الأم حكيت عن العيلة في بقى معي بيقول العيلة كنيسة صغيرة صورة للسماء الشرير من الغير يهمه يقسمها نجيها يا ربي من غدر الزمان اللي بيسرق لمحبة وبيلغي الأمان كل ما العيل عم تلتق بتبني المجتمع تخلي العيل اللي مفرق بإسمك تنجمع يعني طرحت قضايا أكيد اجتماعية أكيد أضايا رحية فإذا سدي يسوع هو الله أنا كتير في خبرات بحبة فيه كمان من السديات الحلوة الكفر لك شو حلو الكفر إخد آيكونة يسوع كتير حلوة جداً صرنا للسدي صارو فإزان هني سبع سديات صرنا للسادس إذا مش شغلت صرنا بالسادس لنحكي عن الجديد بالألم حبات إنه أعمل ترانيم اسم ترانيم الألام نعم هيدا السدي برتل فيه بيزنطة تحس إنه طبعات صوتي قدر توصل يعني توصل كمان لأنه الترانيم البيزنطية بدأ مقدرة صوتية بدأ شغل كتير على الصوت وبدأ بوزيسيون دووا يعني طريقة الصوت مخارج الصوت كبيرة على الصوت بدأ بدأ شغل كتير رتلت ترانيم قديمة وعملت ترانيم جديدة حتى في تصديح شوي ترجي بالكلمات مثلاً قامت مريم بنتي داود تندب نحن ما نقومنا لعدرة مابتها تبكي 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 لأنه هي أكيد إنسانة وعم تتقلم على ابنها بس مش عم تندب لأن عدرة كانت واقفة أمام الصليح في تصليح لترجي عملت كلمات جديدة لو حبيبي وحبيبي يا إلها وحبيبي أهل اللحن نفسه نفس اللحن ولكن لأنه كانوا أيها السفيه ما تحس كتير لترجي أو الكلام اللي كان اسمعوا بحبة كتيرها الترنيمة هي من التراث اللاتيني القديم اللي ترنم وكتير لحبتها الترنيمة وفتت على كنيستنا المارونية وحبوها كتير الناس صحيح بالترنيمة القديم عملت ترنيمة كتبتها ولحنتها صديقة يعني هي صديقة كتير كتير عزيزة على قلبي اسمها ماريان جحة مارينا جحة مارينا جحة مارينا كتبت لتلاتة ترتيل بها السداء عن الصوم وعن التانير ميل وعن القيامة من أجمل ترنيمة من رتلتة أنا للأيامة كتير كتير بحبها اسمها فصحون مجيدا هيدا تريني من القناة فإذا صاروا ستة وهيدا السداء هيدا طبعا الحالة هيدا اسمها صراخي نعم اسمها صراخي أخذ سنتين شغل معي يكن أكتر السديات اللي أخذوا وقت أنا كل سنة بعمل السداء هيدا أخذ سنتين السداء ليش أخذ سنتين كنت كل يوم الصبح بكير اكتب اتأمل بس أوري الإنجيل اخذ عبرة اكتبها وابعتها ميساج لكل رفقاتي على الواتساب يعني عندي ألف شخص كل يوم بصلي أنا وياهون شي أنا اختبرته كل يوم كل يوم كل يوم على مدة يمكن ش سنتين صاروا يحبون يعني ينطرون اليوم شو الفكرة اللي بدي أبعتها أو شو الصلة اللي بدي أبعتها اكتبت تقريبا بحدود شي 400 تأمد بلشت فكرة برأسي إنه ليش ما بعملهم ترانيم نقي اختار كمة ترنيمة منهم وأعملهم ترانيم وهيكصر بهالفترة كنت تعرفي الإنسان نحن بشر منعيش هيك في طلوعه في نزول صحيح كنت عايش شوية هيك تعب روحي ما بدي أكتر إنه تعب وكتبت حيث حالي إنه شوية بحاجة ارجع ارجع لجوة ارجع لصلاتي ارجع لعليقتي مع يسوع ارجع جدد لأنه نحن بحاجة يعطونا تجدد صحيح أداش في عالم بحاجة إنه ترجع لياسوع بالأخص إن حضرتك كأبونا يمكن أصعب بس إنما في كتير عالم بتوجه هيدا وما بتلاقي ترجع زيتا كل إنسان بمرق فيها المكرس وغير المكرس في إديسين مرقو فيها في إديسة تاريزة الأفلية مرقة فترة طويلة من الجفاف الروحي في كتير إديسين بيمرقوا يعني مش بس عطول بس يرجع يحتى لأنه نحن تعرفين كيف علاقتنا مع ربنا ربنا هو صديقنا نحن معيش معه كخبرة حياة يومية بكل لحظة بحياتنا هو حاضر أدأنا بوعى على حضوره بحياتي هون الأهم لأنه حاضر بك اللحظة أنا عم بغلط وأنا عم صلي الله حاضر هذا اللقاء المباشر أوقاتنا بحياتنا بإنسانيتنا منحس أنه اختفت بسننبش ما كنت كل عمرك حدي وينك صحيح هذا الشعور منحس فيه أنا بهالفترة كتبت اسمع صراخي اسمع صراخي الذي أحمله في داخلي رغم صنطي يوجد صراخ عميق يدعوك فينا نسمع بصوتك اسمع صراخي اسمع صراخي يا رب اسمع 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 صراخي اسمع صراخي الذي أحمله الذي أحمله في داخلي رغم صمتي يوجد صراخ عميق يدعوك صراخ يعكس حقيقتي وضعفي وخوفي من الموجود فيها اسمع صراخي اسمع صراخي يا رب اسمع 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 صراخي إني أغرق في بحر هذا العالم وأشعر أنك لا تسمع وأعود إلى ذاتي لأفتح قلبي على الرجاء اسمع صراخي قد رائع بالأول لفتتني رغم صمتي اسمع صراخي أو قيت الصمت الصراخ العميق من جوه أصعب كتير من صارحة العالم صح لو إنسان عم يتخزق وما قدر حاس حاله عم حدا عم يفهمه أصلاً طبياً أثبتت أنه لما شخص يكبت هيدا الصراخ جواته وما يكون عنده رد تفعل بيأذي حاله أكتر يعني صحياً هات ترنيمه هي أبطأ ترنيمه بالسداء بس أنا بحبها لأنه بطيئة لأنه بتحكي عن كل مشاعر يعني بحيس حت بحب أنه العالم لما تتلحني عن كل شغلة عشتها اختبار لأنه أنا بس اسمعها على السداء بفوت برجع بعيش هيدا اللحظات وبتبكيني وبتفرحني وبتعطيني رجع وبتعطيني يعني فيه كتير شيء أنا مني هلأ بكر فيه ناس حبه بيسألوني كيف بقدر ابتسم هاي كمان كتبت على الجبل الرحمة هنا السداء اللي عليه صورة يسوع على الجبل الرحمة الكترانيمي اللي أنا كتبت كتبت على الجبل فوق يعني بيسألوني كيف بقدر ابتسم وأنا بعيوني دموع وبيسألوني كيف بوجه بتحلط ضحكي وأنا قلبي موجوع نسيوا إنه إيماني فيك يسوع رفيقي بدربي بأوقات الصعبة ومعك الحزن ممنوع وبيسألوني صحيح اسمع صراخي كتبت يا رب كمان بتحكي عن املأ قلبي بالرحمة والمودة بالصبر وطول الأنات كمان كتبت أبحث عنك أحبك كتير أبحث عنك في كل مكان فأجدك في أعماقي قلبي هيدا السداي بعود ريعة كمان هاوديك السدايات الستة الأديمين بيرجع ريعون للمنسيين لجمعية المنسيين مثل ما قلتلك نحن عنا 640 عائلة من احتمام فيها بعتبر انه من خلال صوتي قادر وصل مساجات المقلت روحية قضية صلي وخلي الناس تصلي وتالت شيء قادر ساعد نعم من خلال ريعة السداي الصينة ريعة السداي مش للنسيين هيدا ريعة السداي بيرجع لجبل الرحمة الإلهية نحن عم نعمر في أربع شبال وفي يعني نحضر هيدا الجبل يكون واحد صلاة في كتير كتير مصاري لحتى نكون عم نحضر مكان يقدر يستوعب كتير من الناس تجي تصلي وتعيش تعيش نهار بيكاملوا على جبل الرحمة جبل 12 ألف متر هالي عم نشتغل عليه والمستقبل في 12 ألف متر هو كلمان رياضة روحية بيقدروا نهار روحي رياضة روحية بيصلوا بالطبيعة بيحمل مسبحته في أدس في الإرشاد في كهنة موجودة على الجبل أبونا هيدا السداي وين بيقدر الواحد يشتري يعني إذا المشاهدين عم يحضروا وحبين يشتري السداي اسمع صراخي اسمك يا شربل الوحيدة ترتيلي مر شربل غريب أنا عملته هيدا السداي ليسوع أنا خبت يكون بس ليسوع حتى للعذرة ما عملت ترتيلي مع أنه أنا كل سداي بيكون في ترتيلي لمريم لأنه مريم بالنسبة إلي مكانتها كثير شفيع كثير على قلبي بحبها كثير هيدا السداي اخترق مر شربل هيدا السداي حسات ما بعرف لين نزلت الترنيمة لقول أنه بدي نزل سنجل لواحدة بظرف لأنه أنت بتعرف اليوم بتعرف اليوم أنه نحنا منعيش على مستوى التواصل الاجتماعي صحيح بظرف يومين اسمع صراخي أكتر من خمسين ألف شخص شايفوا البروموسيون يعني عشية تاني يوم اتفاجأت أنه ليش العالم هاكي هل قد لمستهم هالترنيمة ما تعزير كثير صاري قولي أين تبرا نسمع ما زالها أدن حبي كنت أحطها بالسدى وهيك صالح مارشاربل عنده كاريزمة غريبة هالقديس اليوم عيده على فكرة 41 سنة على ذكره تقديسه من عيد لبنان ومن عيد الكنيسة المارونية بتقديس مارشاربل هالقديسة العظيم يعني ابن أرضنا وأكيد نحنا عرض القديسين رفقة والحردينة وأخ أصطفان الطيب وأبونا بشار أبو مراد عنا كثير قديسين نحبهم و اللي بحبه كثير أبونا يعقوب الكبوشة وإن شاء الله هيك منشوف كمان كثير في قديسين عم يعني عم نكتشفه عم نع الوقت هيك منشوف كمان مارينة أكتشفه نحن قديسة لبنان كمان 800 سنة على أدستها بقى مارشاربل عنده كاريزما مميزة بقى بهدس ده فإذاً اسمع صوراخي اسمك يا شاربل أبحث عنك لا تخافوا لا تخافوا لا روح القدس أول لا تخافوا أنا كتبه كمان عجبه للرحمة بحبة كثير قد تظلم علينا الدنيا في أي لحظة قد تضيق علينا بقدر ما اتسعد قد نيأس قد نفشل ولكن تبقى هناك شمعة مضاءة أمام بيت القربان تذكرنا بأن يسوح حاضر هنا ليسمعنا ويقول لنا لا تخافوا أنا معكم حتى انتهاء الدهر أبونا دهمنا الوقت يعني الحكي الجميل ما بيخلص أبدا كتحب اسمع ترتيلة تاني بس يمكن ما رح نقدر على كل حال رح نسمع السدى أوكي مش مشكلة بس بدي كفل يسوع أنت ملهمة اللي كتبها ماذا غالي أسبحك الأيصر أيصر انخيل رائعة شبابية كتير وحبيت تحط ترتيلة هي من الفريق الحياة الأفضل اسمها قاتي بطيبي عشرة بتحب هيك نقطع ترتيلة سريعة وبيسألوني كيف بقدر ابتسم وانا بعيوني دموع وبيسألوني كيف بوجي تحلت بحكي وانا قلبي موجوع نسيو إنه سلامي منك ياسوع رفيق بدربي بأوقات الصعب ومعك الحزن ممنوع وبيسألوني وبيسألوني رائع جدا بيسألوك العالم كيف دي ما أرسلوني بيسألوني ليش بطالك تضحك ما عندك حزن ومش ما عندك هموم ما في إنسان بلا هموم بس بعتبر إنه البسمة هي جسر عبور فوض الآخر وحلو الإنسان يحس بهذا الفرح طيما بحياته لو إنه بيمرؤ بظروف صعبة يكيب كل شي وراء ظهره ويتسلح بحضور الرب بحياته أبونا معلي حتى لو ظهرنا شوي قرص جي سريعا كيف قادر الإنسان يحس بسلام داخلي وتضل بسمع وجه ما يضل مكشر وما يخلي هموم تسيطر عليه كل شي الإنسان بحيس بحضور الله معه بحط كل شي بإيد الله إيد الله بتسيع كل شي وبس تتكل على الله ما فيش شي بقاب ما تخافوا لا تخافوا أنا معكم حتى انتهاء الدهر ما بعدها بقول قد تظلم علينا الدنيا في أي لحظة قد تضيق علينا بقدري ما تساعد قد نفشل قد نحزن ولكن تبقى هناك شمعة مضاءة أمام بيت القربان تذكرنا بأن يسوع هنا بقلنا لا تخافوا مصبوط ما نشوف يسوع ما شو حبي بيقلك اليوم يلا خفز الحياة يلا يلا أدعوني يوم الضيق يوم الضيق فأخلصكم فتمجدون أدب تعني لك هيدا الآية يعني يعني ما في خلاص بدون يسوع يسوع المخلص بقول في ترتيل يسوع ولا أحد سواء يعني ما في خلاص خارج عن إطار يسوع وكل شي أنا بعيش هيدا الخلاص وبعيش هيدا هالرجا ما في شي بوقف بوقف حبي لإله وبوقف قضيتي قضيتي يعني مش بس أنا كمرسل قضيتي كمسيحي كون شاهد 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 بإيماني شاهد بردات فعلي شاهد بحبي للناس يعني ما فيه بس أقول أنا بحبه لأ الله ما حب الناس تمام رسالتك على الأرض هذه رسالتنا كمسيحيين كيف إذا أنا كمكرس وكل مرة بحس بالضيق ما فيه برجع بقول قد تضيق علينا الدنيا في أي لحظة ولكن تبقى هناك شمعة مضاءة تذكرنا بأن يسوع حاضر هنا ليقولوا لنا أنا معكم أبونا أنا بيتشكر وجودك معنا مرسي وبهنيك على تعبك يعني وعلى هالسديات وإن شاء الله بضلك بهالهمة وبنسمع سديات رائعة جدا أكيد أنا عم بحضر لكتير رسيتالات لنوال رحكم بلبنان أكيد تم قرر إنه كون خارج لبنان ما لحقنا أصلا نحكي عن مش مش كلا بالباك رحكم ببريز عندي تلاتة رسيتالات بين بردو وقالب باري وإن شاء الله إنه بنوال أكيد بنبقى من نحكي عن كل الوارح يكونوا رسيتالاتة بسبع عشر شهر عندي رسيتال بجبل الرحمة لأنه مطلوب صداق رجعين سمع لعيد من الله ربنا يعطينا النعمة والقوة لنقدر نكمل بالمسيرة والعمل الرسولي يعطيك ألف عافية وربنا يبارك أعمالك مرسي كتير مرسي كتير على وجودك معنا مرسي لك رجعين مشاهدينا برايكم نرجع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة